الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهن ولا ثم ما بعد نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري حفظه الله بين إخوانه وأبنائه وتلامذته في كندا وأمريكا في كل مكان ونرحب بالحضور جميعا. We welcome our noble شيخ, شيخ Dr. محمد هشام طاهري may Allah preserve him, amongst his students and his brothers in Canada and the U.S. and everywhere else where the brothers are attending and listening in and we thank him for accepting our invitation وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مجورا بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عفوان شيخ أنا انقطع الصوت من عفوان الصوت يتقطع سبحان الله الآن واضح؟ نعم الآن نسمع حفظكم الله نعم أقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا وبه الشيخ حفظه الله started with praising الله سبحانه وتعالى and testifying and bearing witness that there is not worth a worship except Allah and that Muhammad is his servant and messenger and he said as for what comes next هذه المحاضرة المعنوني لها بتوجيهات في الدعوة إلى الله عز وجل this lecture which is titled Reminders and Advices in Regards to Calling to Allah هي ليست محاضرة خاصة لطلاب العلم بل كل مسلم ومسلمة يعيشوا لاسيا ما في بلادي الغربي أو في بلادي الشرقي من بلادي الكفة and this is not something that is specific for the students of knowledge but rather is a lecture for every Muslim especially one who lives in the countries of the disbelievers whether in the east or the west وذلك لأن المسلم الذي يعيش في بلادي الكفر شاء أم أبى فإنه معني بالدعوة إلى الله جل وعلا وإلا وجب عليه أن يهاجر إذا لم يستطع القيام شيء من الدعوة and that is because one who lives in the non-Muslim countries and the countries of the disbelievers it is upon him to call to Allah subhanahu wa ta'ala whether or not he likes it otherwise if he is not able to call to Allah subhanahu wa ta'ala then it is upon him to migrate and leave off the countries of the disbelievers إذا فهمنا أننا جميعا معنيون بالدعوة إلى الله عز وجل فلابد إذا أن ننظر إلى وجهتنا فيما يتعلق بدعوتنا وفيما يتعلق بنياتنا وفيما يتعلق بأقوالنا وفيما يتعلق بأعمالنا so if we know that we are supposed to call to Allah subhanahu wa ta'ala then it is upon us to understand what is upon us in regards to our statements, our actions, our manners and other than that in calling to Allah subhanahu wa ta'ala وينبغي علينا جميعا ندعو بالدعوة التي دع بها إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين لما قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر and we should all call based upon the call of Ibrahim عليه السلام and those who were with him from amongst the believers when they called to Allah subhanahu wa ta'ala and they supplicated by saying ومن معاني هذه الآية يَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا سَبَبًا لِصَدِّ الْكُفَّارِ في الدخول إلى النار لا تجعلنا سببًا في دخول الكفار إلى النار وَبَقَائِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ and from the meanings of this verse is O Allah do not make us a cause for the people to disbelieve and to enter the hellfire or to remain upon their disbelief قَدْ يَقُولُ قَائِلْا أو قَائِلًا كَيْفَ نَكُونُ نَحْنُ سَبَمًا فِي دُخُورِ الْكُفَّارِ إلى النار وَفِتْنَةً لَهُمْ One might say how can we be a cause for the disbelievers to enter the hellfire and to remain upon their disbelief والجواب أنهم قد يرون منا قولًا أو عملاً فيقولون ما دام هذا هو الدين المنجي فَلَا نُرِينُوا يُصَرُّونَ عَلَى الْكُفْرِ فَنَكُونُوا بِقَوْلِنَا أو فِعْلِنَا أَيَذٍ بِاللَّهِ سَبَبًا فِي صَدِّ النَّاسِ عَنْ جِنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَعَلْ And that is because they might see an action or statement from us which causes them to say if this is the true religion then we do not want it and therefore we end up being a cause for the people to remain upon their disbelief and to enter the hellfire وَلِهَذَا نَجِدْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِمَامُ بِسْمُ الدُعَاتِ وَالصَّحَابَةُ رِضُوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَهُمْ خَيْرُ خُذُوَاتِ لَمْ يَجِدَ الْكُفَّارُ عَلَيْهِمْ عَيِّبًا لَا فِي قَوْلِهِمْ وَلَا فِي عَمَلِهِمْ وَلِذَا نَجِدْ كَأَنُوا خَيَّرَ دُعَاتٍ عَلَى وَجِي الْأَرْضِ And therefore we find from the actions and the statements of the Messenger ﷺ and his companions, may Allah be pleased with them, that their disbelievers were not able to find not even a single statement or an action which deterred them from their disbelief. And therefore they were the best of callers to Allah ﷺ, the Messenger ﷺ and his companions, may Allah be pleased with them. وَهَذِي خَمْسَ عَشَرَةً تَوْجِيهًا وَجِيهُهَا إِلَى الدَّعْوَةِ الْدُعَاتِ وَإِلَى مَنْ يَعِيشُ بِي بِلَادِ الْغَرْبِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلِمْ And here are 15 advices that I give to the callers to Allah ﷻ and to all the Muslims, those who call to Allah ﷻ and those who live in the countries of the disbelievers. The first advice is to make our goal and the beginning of our da'wah and the main goal of our da'wah is to follow the people, to single out Allah ﷻ. وَالتَّوْحِيدِ الْمَعْنِي هُوَنَا هُوَ التَّوْحِيدَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَرْسَلَ اللَّهُ الْرُّسْلِ وَأَنزَلِ الْكُتُبِ وَهُوَ الَّذِي أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْ أَوْ وَلِلْرُّسْلِ نُوحٍ وَآخِرِهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّمْ كُلُّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ وَأُعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرٍ وَأَهْمٍ And here when we talk about tawqid Allah subhanahu wa ta'ala what is meant is that which Allah subhanahu wa ta'ala sent down the books and sent the messengers with beginning with Nuh alayhi salam Nuh the first of the messengers of Allah and ending with our prophet Muhammad sallallahu alayhi salam that they all used to call the people to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone with no partners Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala within the peace of Allah based on the peace of Allah Allah subhanahu wa ta'ala And by Allah those the disbelievers that they know if they come to know and realize that we do not call them to erase or to a specific group or to glorify and worship any individual any servant of Allah rather we call them to worship Allah alone with no partners then you will find them racing towards entering into the religion of Islam and singling out Allah سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذا الأساس فقال لمعاذن وقد أرسله في السنة التاسعة إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أو فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله And the Messenger صلى الله عليه وسلم made this matter clear when he sent Ma'ad رضي الله عن to the people of Yemen and he said to them you will come to people of the book so let the first thing you call them to to worship Allah to single out Allah or to testify that there is none worthy of worship except Allah التوجيه الثاني أن نهتم في دعوتنا يا الله جل وعلا لأقوالنا وأفعالنا أن نهتم بإحياء السنة صورت السنة أم كبرت كانت السنة سنة منذوبة أو كانت السنة سنة منهجية وسنة عقدية فإن التركيز على دعوة الناس إلى السنة يعني نبذل وترك البدع وترك المحدثات and the second advice is to give great importance and precedence to the matter of following the sunnah the way of the messenger صلى الله عليه وسلم whether it is something that is recommended or something that is from the methodology or something from the aqeedah or the belief in the creed or whatever it is because following the sunnah means leaving off and staying away from the desires and from the innovations وَلِذَلِكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى لَمَّ أَخْبَرَ وَظِيفَةَ النَّبِيِّ عَنْ وَظِيفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أنَّ مِن وَظَائِفِهِ أَنَّهُ يُعَلِّمُ النَّاسِ الْحِكْمَةُ وَالْحِكْمَةُ هِيَ السُنَّةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فِي قَوْلِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ And when Allah subhanahu wa ta'ala told us about the role of the messenger صلى الله عليه وسلم he told us that he teaches the people the hikmah, the wisdom and what is meant in the wisdom is his sunnah the sunnah of the messenger صلى الله عليه وسلم and this is from the statement of Allah subhanahu wa ta'ala that means and he teaches them the book and the hikmah the wisdom which means the sunnah when Allah subhanahu wa ta'ala I'm sorry 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 can you please remove your headphones maybe it's causing a lot of static noise when you're on طيب طيب بإذن الله طيب بإذن الله الصوت عندي فيه مشوش من جهة المترجم اي نعم نصح نسمعونا الآن اي نعم لا إلى الآن نفس المشكلة اي نعم بس مهند هل عندك أظنو من مايكروفون مش لا عرضيك عندي مهند يمكن الآن الصوت عندي يعني يتقطع جدا سبحان الله لا غير تقطع فيه تشويش عليك مثل ذفذبات نعم أسمع التشويش هذا حفظكم الله لكن لا أدري هل هو من عندي ألا أظن أخمهند عندك وعند الشيخ بس عند الشيخ أقل منك سبحان الله سبحان الله طيب هل أخرجوا أكل مرة ثانية من فضلكم من فضلكم إن شاء الله أنت والشيخ حفظكم الله منكم يخرجوا ويأتلوا من فضلك لو تخرج المايك الذي عندك تغلقه يمكن يخف المايك نحن نحن بلا مترجم يعني كأننا بكم سبحان الله سبحان الله أي حياهم الله جميعا الله يحييك نسأل الله أن يحفظهم بحفظ بإكلاهم جميعا وإياكم بكلاءته ورعايته آمين الإخوة الذين يخطنون تلكم البلاد لا شك أنهم معرضون لأنواع من البلاء والفتح فهم بحاجة إلى الدعاء أكثر من أي إنسان آخر أما نحن فلله الحمد والمنة نجد أعوان على الخير أما هم كان الله في عونه سبحان الله أحيانا نسمع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَجِدْتُ لَوْأَنِي رَأَيْتُ إِخْوَانِ أن هذا ربما ينطبق على الذين يكونون في بلاد الكفار دعاة إلى الله وإن كان الحديث من حيث العموم لكنه شد انطباقا على الدعاة إلى الله في بلاد الغربة سبحان الله لأنهم قائمون مقام الصحابة في التبليغ وفي الدعوة مع ما لهم من الغربة وعدم العون صحيح إذا لم يستطع الدخول أخونا مهند نلقي المحاضرة بالعربية طيب لا بس ما عندنا مانئ أو اللغة الفارسية ما عندنا مانئ نفهم الحمد لله حفظك الله حفظك الله أخونا السلعة ما عليكم عليكم السلام رحمة الله والله نفس المشكلة نعم لا أدني ما المشكلة سبحان الله أفضل صوتك أفضل يا أخو طيب الحمد لله طيب إن شاء الله نبدأ نترك الله نعم بارك الله فيكم أشيخ مهند تسمعوني نعم أسمعكم شيخنا وإن كان قطع حبل الأفكار لكن نحاول أن نستذكر أين نكن إن قال قائل ما فائدة التركيز على أسل التوحيد وعلى السنة فنجاوب عن هذا بجوابين So if one says what's the importance what is the why is it so important to talk about توحيد and about following the sunnah and the answer is based upon two things الجواب الأول نقلي وهو أن هذا هو طريقة الأنبياء والمرسلين الصحابة والعلماء الربانيين The first answer is based upon text and that is that was the role of the prophets and the messengers and the companions and the scholars والجواب الثاني نقلي وعقلي وهو أن التوحيد يجمع القلوب والسنة يجمع الناس على صور عملية واحدة وبهذا يتحقق معنى الوحدة ومعنى الألفة ومعنى الأمة And the second answer is based upon text as well as something that is seen and something that is understood and that is that توحيد singling out الله سبحانه وتعالى brings together the hearts brings the hearts together and following the sunnah brings the people together as far as how they practice their religion and therefore they come together and this brings forth unity and love and bringing the people together التوجيه الثالث أيها الإخوة أوصي نفسي وإياكم بترك الاختلاف مهما أمكن وعدم الخوف في الخلافية لسيما الفقهية والشخصية فإنها تسبب الحزازيات النفسية وتسبب التأخير في الدعوة إلى الله جل وعلا والانشغال في أمور ربما يسعنا فيه الخلاف كما وسع سلافنا الصالح الخلاف في الفقهية والخلاف في الشخصية والخلاف Smart advice is to stay away from anything that causes is differing in matters of disargerment especially to the matters of fiqh, the subjective rulings and personal differences and that is because such differing and such difference of opinions會 cause problems between the people and needless problems And some of these things Even those who were before us From the salaf May Allah be pleased with them They were okay with them Having those differings The next challenge Is to be our prayer A purpose of the knowledge And to not be able to If we didn't know anything We said we didn't know anything So that's how Our salaf Right And the fourth advice Is for our call To be based upon knowledge And to humble ourselves And to call to Allah To call the people Based upon knowledge And that we should have This humbleness Where if we don't know something That it is easy for us To say we don't know Instead of going And speaking about it And this was the way Of the salaf The righteous predecessors That they used to If they don't know something They would say I don't know And they would wait If the wahey If the revelation comes down To affirm it Or to answer the matter Then they know And then they speak about it Otherwise They have no problem Saying I don't know And we don't know And we have no problem That we can do We don't know We don't know We don't know We don't know Because Allah We don't know In that As we know وَاللَّهُ نَبِيَّهُ وَالْمُتَّبِعِينَ لَهُ أن يقول هَذَهِ سَبِيذِي أَدْعُو إِلَى اللَّهُ وَهَذَهُوَ التَّوحِينِ أَدْعِي لَاللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ وَهَذَهُوَ الْعِلْمِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ And we have no other way other than calling to Allah SWT So if Yusuf say indeed this is my way, I call to Allah And this is the way, this is singling out Allah SWT The call to Allah SWT Upon knowledge And this is what the call is supposed to be based upon The knowledge I do and those who follow me do قد يقول قائل كيف نكون دعاة لله عز وجل مع وجوب التحذير من الشرك هذا هو التوجيه السادس أننا يجب أن نحذر من الشرك والكفر والبداع بحكمة ضالعة لأن كل كلمة مننا يسيما في بلادي الكفار بحسوبة علينا And the sixth advice is that we should warn against polytheism And against innovations with great wisdom And that is because when we live in the countries of the disbelievers Every single word that we say and we utter is accounted against us And this is why Allah SWT said in the meaning of the verse And do not curse those who they worship besides Allah So they curse Allah and speak against Allah without knowledge And the seventh advice is that most of our way is supposed to be That we forgive and we do not return any harm With one that's like it وذلك لأن الله جل وعلا في العهد المكي لم يأمر الصحابة إلا بالعفو والصف وكل من يعيش في بلاد الكفار فحاله كحال المكيين في عبد النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يقيم دعوته على العفو والصفح وعدم المؤاخذة And that is because the believers in the time of Mecca before the migration to Medina Allah SWT commanded them to forgive the disbelievers And to deal with them with kindness and forgiveness And those who live in the countries of the disbelievers Then they are similar in that situation And it is upon them to deal with the disbelievers with kindness and forgiveness And wisdom is something that one is commanded with Not only in regards to warning against the disbelievers Against the apolithism rather and the innovations But rather in all of one's dealings and all of one's matters And the meaning of wisdom is to give everything its do right التوجيه الثامن معني به الداعي لنفسه وهو أن يكون مراقبا لله جل وعلا فمتما كان مرتقيا يخرج الكلام من قلبه فيصل إلى قلوب المنعوين ما لم يكونوا متكبرين And the eighth advice is in regards to one who is calling to Allah SWT himself And that he is always conscious of Allah SWT And when the person is pious and has piety in his heart The speech will come out of his heart And will go into the hearts of those who are called Unless they are, they have loftiness and they reject the truth And from the greatest matters, especially in calling to Allah SWT Is to have sincerity, for the actions to be sincere for the sake of Allah SWT التوجيه التاسع أن نكون قدوات في أنفسك في كلامنا في مظهرنا في طعامنا في نومنا في قيامنا في جلوسنا مختدين في ذلك كله بالنبي صلى الله عليه وسلم And the ninth advice is for all of us to be good examples And everything we do when we stand up, when we sit down, when we eat, when we sleep, when we drink Whatever we do, that we are good examples And that we follow the Messenger SWT in all of our actions أخذت كل داعين لله عز وجل بل وكل مسلم ومسلم لسيما هو يعيش في بلادي التبرج والسفور أن يغض بصر حتى لا يحرم البصيرة لسيما هو أن غض البصر وأن إطلاق البصر يعني فتح باب من أبواب الشدي على النفس And the tenth advice for every Muslim, male or female That especially those who live in the countries of the disbelievers Where there's a lot of people are uncovered And not wearing properly, that they lower their gaze And especially so that looking at things one is not supposed to look at It is a great door of evil that one opens for himself التوجيه الحدي عشر فوصي الدعاة لله عز وجل وكل مسلم أن يتميز بأخلاقه وبلباسه بحيث إذا رؤيا من بعيد يعرف القاص والداني بأنه مسلم فيكون بصورته وشكله داعية لله عز وجل مثل أخينا أبي حسام يلمس بسطاقيا فإن مجرد ما يراه الكافر يعلم أنه مسلم فربما ما يتأثر به وربما ما يتسأل في نفسه ما يجبل هذه الصورة فيسأله عن شيء يتعلقوه بالإسلام فيسأله المسلم 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 بحيث ومثروس الفتاقاد سيلا الله جل وعلا أن يتق الله في دعوة الإسلام وأن لا يسئ إليه بالحديث في أمور لا ينبغي ومن ذلك أمور الزواج ولا يتيق بالدعي لله عز وجل أنه أول ما يدخل مع الناس يتكلم عن الزواج ثم آخر ما يتكلم مع الناس يتكلم وأن يسئ إليه الإسلام حتى يقول الكافر هذا ما جاءنا إلا للزواج ولا يديده إلا الزواج ثم إذا تركنا قلق ونحو ذلك and finally I remind and I advise all of the callers to Allah subhanahu wa ta'ala He said I remind and advise all the callers to Allah subhanahu wa ta'ala to fear Allah in regards to the call to Allah subhanahu wa ta'ala and have piety and not make the first thing they talk to the people about the marriage and so they when they sit with the people the first thing they speak about is marriage and when they leave them they speak about divorce so that the people they think and they will say this individual he only came to speak to us in order to get married and before leaving that he would divorce his wife and the last three advices in regards from the 15 advices are regarding the call to Allah subhanahu wa ta'ala ثالث عشر أن يتجنب فالدعي إلى الله جل وعلا الخوض في مسائل علمية لا يحسنها المدعوون وأن يراعي الضعف العلمي الموجود في المدعوين حتى لا يعقد لهم الأمور بل المطلوب في الدعوة إلى الله الله عز وجل وتيسير الأمري وتبسيقه So the 12th advice is for one who is calling to Allah subhanahu wa ta'ala to stay away from the matters that are difficult and that are hard to understand and to beware of the weakness and knowledge and understanding of those he is calling them to so that he does not cause them to misunderstand and to cause them to feel like they don't understand what he is speaking about and we find the way of the Qur'an in calling the people and in reminding and advising the people that it is simple and easy to understand and it is the best way that the one who is illiterate and the one who is ignorant and does not have the knowledge will understand and the one who is a scholar and knowledgeable will also understand that is, great The 14th advice He says that He united by a human and CHAN Bye- donation and and the and the and the and the ومعهم على الأمور التي يمكنك التعوذ فيها وكيف تجنبوا مخاطر القرب منهم فهذه مسائل مهمة لا بد من دراستها ومشورة الإخوة في أضايا الخاصة المتعلقة بها الذين يحضرون هذه الوقاية وكيف تجعلو هم يمكنكم التعوذ في إلاكيه وإلاكيه أرجحة طريقة البشراء وكيف تلك شخص كفااية أفضل للتعوذ بإle pimينة and also to consult with those who know better and to sit with the people who know better and consult them and understand from them what is the best way to deal with those people while also staying away from mixing with them and being with them أخيرا أعطي كل داعين الله جل وعلا بأن يقوية سلته بأن يقوية علاقته إخوانه الذين هم معه على دعوة إلى الله جل وعلا وأن يتعاونوا على البر والتقوى وكما أمرنا الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذن والعدوى وأن نطبق قول الله جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب وأن نطبق قول الله جل وعلا والمؤمنون والممنات تضعبهم أولياء أبعض يأمرون بالمعروفين وينهونا عن المنكة ويستعمل أولياء مباشرة والمعارضة بالمقوم بالإعادة ويستعمل أولياء ويستعمل أولياء that the believing men and women one is an ally to another they order the good and forbid the evil is our sheikh abadallah concluded with saying that we will this is enough and he supplicated to allah to make all of us to be uh the best callers the best of those who are called and to protect and preserve all uh all of those uh all of the colors to allah and their families and uh those who are around them and their and their loved ones tafadlou shaykhana barakallah fikum naam you 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 اشتركوا في القناة لما استطاع اخراج الاسئلة عافوا من الواتساب الضار اني لا أعلم عافوا شيخنا عافوا مشكلة عندي في النت عندي اسئلة أخي سام أرسلوا ليك الآن على الواتساب طيب ان شاء الله طيب بإذن الله بس ترجم من فضلك لأنه تفيدنا باللغة العربية جزاكم بخير وشزاكم بخير بارك الله فيكم إن شاء الله we will have some questions answered بإذن الله بإذن الله رضاه الله أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل ما نصيحة فضيلتكم للدعاة إلى الله في الغرب بخصوص شبهات النسوية والليبرالية في المجتمع الغربي التي انتشرت وفشت بين المسلمين أولا فيما يتعلق بقضايا الغرب لا نستطيع ولا نستطيع ونحن نحن نملابسون لجميع الأحوال المحيطة بقضاياه أن تكون إجابات لا دقيقة بل ربما نحتاج إلى استضاحات كثيرة حتى تكون الأجوبة دقيقة ولكن نقول كلاما عاما الواجب على الداعي بأي شبهة أن ينجع إلى الأصل فيذكر الكافر والمسلم بأن الأصل أن الله جلّه على خلاف خذاكرا وأن وأن ما نراه من قضايا النسوية فتنمرهم أن على رجال أن هذه أمور حادثة وأن كل عقل يدرك قيمة المرأة فإيئا هم أو زوجة أو بنت أو أفت أو عمة أو فالة بل ولو لم تكن شيء من هذا بالنسبة لي وله إلا مكرمة عند الله جلّ وعلا وأما ما يدعينه من خصائص خرجت في بلاد الغرب في فضايا النسوية فهذه لابد أولا من ردها بأقوال العاقلين منه حتى يكون أقوى في الرد عليهم لهذا نجد أن الله جل وعلا لما يرد على اليهود وعلى النصار يدفر أقوال من هم يرونه معظمًا عندهم يكون تأثير من عليهم أقوال نعم موسيقى موسيقى of We will not be able to speak about the details because it is not something that we know and detail in regard to what's speak rather we need to have more details in regard to how ف goat Beam III هل نرحب من نفسك الرجاب لنا يوجد المسلسرجات إtober verified ذلقاء حobjectady إذا السم coolس المجتمع أ풍ت مراضي عن اي و الأكتمام أوجود القر ключ الإسلام الوحيد with � Av Arabs سمع ذلك مع القرارات إلى العيش قبل أن تعلم أن Его وتعالى نحسنا نشهر and that Allah subhanahu wa ta'ala gave each one his right and those ideologies, they came and they are something that is newly invented and the one who is wise and the one who understands and knows the religion he knows that the woman is honored in the religion of Islam and whether she is a mother or a sister or a wife or a daughter or any other than that he knows that she is honored in the religion of Islam and that Allah subhanahu wa ta'ala honors the women and as for those ideologies that they try to spread in the non-Muslim countries in the countries of the disbelievers in regards to feminism and other than that from these ideologies, the best way to refute those ideologies is to go back to the statements of the wise people from amongst them we find that Allah subhanahu wa ta'ala when he exposed and refuted the false statements of the Jews that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the statements of those who are wise and those who are correct from amongst them uh... أحسن الله وإليكم شيخنا يقول السائل ما المعاملة الصحيحة مع الكفار لمصلحة المسلمين في الغرب؟ نعم أحسن الله إليكم ما المعاملة الصحيحة مع الكفار لمصلحة المسلمين في الغرب ما المعاملة نعم ينبغي علينا أن نتنازل عن كل أمر دنيوي عن كل أمر دنيوي لأجل مصلحة الإسلام وهذا هو البطلوب أننا نتنازل عن أمورنا الدنيوية لأجل مصلحة الإسلام ولا نتنازل عن نقطة واحدة من قضايا الدين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة الدعوة لأجل مصلحة الإسلام كان يتنازل عن قضايا الدنيوية كثيرة وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام فنحن يجب علينا في تعاملنا مع الحصار نعرف أين هي مواضع يمكن أن نلتقي معهم في التعاون على البر والتقوى مثل غاثة المنهوف ويعانة المحتاج ومثل ومثل المترجمات لأجل مختلفة and that we do not compromise with anything in regards to our religion and when it comes to working together for example that we can compromise in regards to our worldly matters and we should and that was the way of the messenger and we should look for the ways in which we can help one another such as even with the disbelievers such as helping the needy helping one another when it comes to disasters and other than this because in that is a great way of calling to Allah subhanahu wa ta'ala and then when it comes to the matters of religion of our religion that they should know that they have their religion we have ours and we do not compromise in regards to the matters of religion and that we put a boundary and a line between that and them أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل هناك من يقع في الشبهات في دينهم بسبب مخالطتهم ومجادلتهم وجلوسهم مع المنحرفين ما الطريقة الصحيحة لمعالجة ما عند المبتدع من الضلالات والشبهات هل هي بمجادلتهم والتعاون معهم أم هناك طريقة أخرى موافقة لمنهج السلف أولاً ينبغي لكل إنسان يعرف قدر نفسه فلا يدخل في المجادلات مع الكفار لا سيما إذا لم يكن متسلحاً بالعلم ويبتعد كل البعد عن مواضع المتشابهات ثانياً من رأينا منه وقوعاً في المتشابهات نبادر إلى الأخذ بيدي ونجلي من قلبي الشبه ونبين له الحق والصواب ولا ندعه أكيلاً للسبع من شياطين الإنس والجن ويكون ذلك بالعين قال الله قال الرسول أيضاً مع تحذيره من هؤلاء الملحدين أو الملحرفين الذين ينقون الشبهات وأنه يجب عليه أن يبتعد عنهم تاسيما مادام ليس مطعماً بكلمات الكتاب والسنة ويصاب بالجدري ويصاب بالفيروسائي شكراً للمشاهدة ويقف بكلمات إليه ويقف بكلمات إليه وقف بكلمات إليه where he might take some of those doubts, especially if he does not have the weapon, the proper weapon, which is knowledge. And if we see, this is the first point. The second point is if we see someone who's falling into that and going and listening to the people of innovations, the people of falsehood, the people of atheism and other than that, and he's starting to take from his doubts that we should go and hold his hand and advise him against sitting with him, against debating with him. And that is supposed to be based upon knowledge. And also, we should warn him against going and sitting with him and that he should not go to sit with him except if he has taken the vaccine, the vaccine of knowledge against the diseases and the illnesses of the doubts. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما نصيحة فضيلتكم للمسلمين المسجونين في بلاد الكفر بخصوص تعلم دينهم وتعليم غيرهم من المسلمين وغير المسلمين في السجون يعني المسجونين. حفظكم الله. أقول لا شك أن المسجونين محجورين في أماكن معينة إذا أمكن الوصول إليهم وإشغال وقاتهم بالدين وإشغال وقاتهم بالتعليم فهذا باب خير فلا ينبغي تركهم وإن كانوا مستضعفين فإن أعظم مادة أهل الإسلام هم من المستضعفين حتى إن قوم شعيب عليه السلام اعترضوا على أتباع شعيب لأنهم مستضعفون وهكذا نحن ينبغي علينا أن إذا أمكننا أن لا ندعهم أن نسارع إلى الأخذ بأيديه سواء كانوا مسلمين فنعلمهم نزداد علما لتخرجوا من السجون لا إلى المجون بل إلى الدين وليتخرجوا من السجون من سجن الكفر إلى ساعة الإسلام فهذا فرصة عظيمة So the next question was regarding the advice to the Muslims who are in prison incarcerated especially in the countries of the disbelievers is it in regards to learning their religion and teaching them their religion الشيخ عبد الله he said there's no doubt that those who are those who are in prison incarcerated that they are they are in one place and they are not able to leave that place so if it is to go as to go as he acknowledged so if it's possible for the people to go to them and reach them and teach them their religion and keep them busy and spending their time in their religion learning their religion and practicing their religion then this is a great this is a great something that is great and something that is great goodness and if they are weak then we should know that many of the followers of the prophets and the messengers that the believers are actually weak and the people of Shu'ib his people they blamed him and made accusations against him that those who are following those who follow him are weak so if we are able to go and teach them and hold their hands and take them to righteousness then that is something that is upon us to do so that when they leave the prisons and they come out of their prisons they don't go into sins and disobedience and rather they go into their religion and be into the steadfastness upon the religion بارك الله فيكم حفظكم الله لا نريد أن نتعبكم حفظكم الله لا نريد أن نشق عليكم الله يحفظكم ويبارك بكم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظكم بحفظه وأن يتلاكم برعايته ونعيدكم من كل شار ومن شار في الفتن الليل والنهار ومن الفوارق ونسأل الله عز وجل أن ثبتكم على الإسلام والسنة وأن يجعلكم دعاة خير إلى الملة ودعاة خير إلى الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم والهمكم الصواب وجعل ما قلتم وجعل وقتكم هذا وجهودكم في موزين حسناتكم وكتب لكم أجركم We ask Allah to reward our shaykh and to preserve him and protect him for all of his efforts May Allah reward him with good for all of the advices that he has given us Ameen جزاكم الله خير وبركاته أخ محمد and inshallah we will be editing the audio immediately and releasing it to remove the static so please pardon us for that باركاته وبركاته وبركاته باركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته